رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات أستاذ البرلماني المحترمين إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثل الأمة وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة لا سيما التي تحظى بالاسبقية وقدر سعينا أن نركز اليوم على موضوعين هامين الأول يتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية والثانية هم تحقيق نقلة النوعية في مجال النهوض بالاستثمار حضرات السيدات والسادة قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فدق الله العظيم فالماء هو أصل حياة وهو عنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية ومن هنا فإن إشكالية تتبيه الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة يلأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود وإننا نسأل الله تعالى أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع ولمواجهة هذا الوضع بادرنا منذ شهر فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير السباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير مع الشرم وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية وإدراكا مننا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027 كما حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود حيث قمنا بإنجاز أغتر من خمسين سد منها الكبرى المتوسطة إضافة إلى عشرين سدا في طور الإنجاز وكيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة فإننا حرصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنوا هذا البرنامج في كل جهات ومن تقلل لك ونخص بالذكر كما بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني المائي البيني ومحططات حلية المياه البحر بالإضافة إلى تأزيز توجه الهادف في اقتصاد في استخدام الماء لا سما في مجال الرعي حضرات السيدات والسادة إن مشكلة ونذرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية كما أن الحال الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي من التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقطة الضعف التي تعاني منها فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة لذا ندعو لأخذ إشكالة الماء في كل أبعادها بالجدية واللازمة لسيما عبر القطع من كل أشكال التبدير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية كما ينبغي أن لا يكون مشكلة الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج توترات الاجتماعية وكلنا كمغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال المسؤول وأقلاني للماء وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء وعلى الإدارات والمصالح الأمومية أن تكون قدوة في هذا المجال كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب بالتوازع مع ما يتم إنجازه في مجال تابعة الموالد المائية أما إلى المدى المتوسط فيجب تأزيز سياستنا في مجال الماء وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطع فواجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة متكاملة والتحلي بروح التضامن والفعالية في إطار المخطط الوطن الجديد لماء الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله ونريد التركيز هنا على بعض التوجهات الرئيسية أولا ضرورة إطلاق برنامج برامج ومبادرات أكثر طموحا واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة ثانيا يطاع إناية خاصة لتنشير استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التسدي لظاهرة الضخ غير القانون والآبار العشوائية ثالثا التأكيد هل إن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطائية وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات وهو ما يقتضي التحيين المستمر للستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي أرابعا ضررة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية لكل مرحلة من مراحل تابعتها وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية لكل جوانب هذه التكلفة حضرات السيدات والسادة يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب بوضوع الاستثمار الذي يحظى ببالغ استمامنا وإننا نرهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لنعاشي الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرصة الشغل للشباب ومواد التمويل مختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد ميثاق الجديد لاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب لاستثمارات الخاصة الوطنية والاجنبية وهو ما يتطلب رفع العراقي التي لا تزال تحول ضم تحقيق الاستثمار الوطني والرافع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حامل المشاريع حتى يخرجها إلى حز وجود وفي المقابل ينبغي أن تحظى بالداب لازم من طرف جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي وعلى مستوى مناخ الأمال فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال لكن النتائج المحققات تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات لإمكانات وطنية وتشجيع المبادرات الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات العجبية وهنا نريد التركيز مرة أخرى على ضرورة التفعيل كامل لمثاق لا تمركز إداري وتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقة الخضراء وكذا توفير الدعم المالي لحامل المشاريع ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا قوية للاستثمار المنتج ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تأبئة الجميع والتحلي بروحي المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم بلاد ويبقى الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية مدعوة إلى التشكل رافعة رافعة لستثمار وريادة الأعمال كما أن القطاع البنكي والمال الوطني مطالب بدعم تمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وفي هذا السياق نجدد الدوعة الدعوة لأطاء عناية خاصة للستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج وللتحقيق الهداف المنشودة وجلنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف من تعاقد وطني للستثمار ويهدف هذا التعاون لتعبئة 550 مليار درهم من الستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026 حضرات السيدات والسادة لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم الوطن والمواطنين فكونوا رعاكم الله في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها لاسيما في الظروف الوطنية والتقلبات العالمية الحالية وحيرو الختام قوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم حزق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر خطاب ملكي سامي في افتتاح أشغال البرلمان يشكل خارطة طريق للمرحلة القادمة وموعد سنوي هام كما قال جلالة الملك حفظه الله لطرح القضايا الهامة للأمة وهنا تحدث جلالة الملك عن إشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة ومستقبلية ومجال النهوض بالاستثمار ودور المؤسسة التشريعية في ذلك نودعكم سيدتي وسادتي على أمل اللقاء بكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر